اهلا بكم مشاهدين الكرام وما زالت تغطيتنا مستمرة على شاشة القاهرة الإقبارية لأهم وأبرز التطورات الإقليمية والدولية ونتابع في تغطيتنا تطورات الأوضاع في لبنان ومساعي إسرائيل في توسيع رقعة الحرب لتشمل العراق والبداية إذن مع التطورات في غزة غطاء غزة في حالة سرية الله أكبر احنا بطلت بأمل في جسمك أدان مندوب مصر أمام مجلس الأمن أسامة عبدالخالق الحرب الإسرائيلية على غزة وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط دعا عبدالخالق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات وضرورة التزام المجتمع الدولي بعدم التعامل مع القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب استئناف مصار السلام لإعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لطاولة المفاوضات وإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين بحيث تعيشوا دولة فلسطين المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل خامسا التزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف والتعامل مع أي إجراءات إسرائيلية أحادية لفرض الأمر الواقع خاصة مساعي إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وتنفيذ ما ورد في قرار الجماعية العامة بعدم تقديم العون في الإبقاء على الوضع الناشئ والناجم عن الاحتلال سيد الرئيس كل الأزمات تحمل في طياتها بذور الحل وإن رحم تلك المعاناة الرهيبة يجب استحضار الأمل والحل الذي لا بديل سواه هو السلام العادل واستعادة الحقوق لأصخابها ضمان الأمن للجميع بلا استثناء عودة كل غائب لبيته تضميد كل الجراح لا للتجويع لا للإرهاب من أي طرف وضد أي إنسان لقد آن الأوان السيد الرئيس لإنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية أكد مندوب الأردن لدى مجلس الأمن محمود الحمود أنه لا سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة وأن المملكة ترفض الإجراءات الإسرائيلية لتمصي هوية القدس وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات بالشرق الأوسط أن تعطيل الاحتلال لأنشطة الأونروا في الضفة الغربية وغزة خرق خطير للاتفاقيات الدولية نؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخ القائم للأماكن المقدسة في القدس والتي سيستمر الأردن في رعايتها وحمايتها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ونجدد تأكيدنا على بطلال وعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية في القدس والرامية إلى طمس هويتها وطابعها الديمغرافي في مخالفة لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ولقارارات الأمم المتحدة ذات الصلة السيد الرئيس لا يفوتنا أيضا أن ندعو الشركاء الدوليين إلى توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني للأنروا ضمانا لاستمراريتها في تقديم خدماتها الحيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني وفي جميع مناطق عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رفع قيمة المكافأة المخصصة لتقديم معلومات موثوقة بها بشأن مكان المحتجزين في غزة إلى خمسة ملايين دولار لكل محتجز وتعهد نتنياهو خلال زيارة إلى غزة بضمان مرور آمن للمغبرين وعائلاتهم خارق قطاع غزة كما جدد نتنياهو التعهد بعدم عودة حركة حماس لحكم القطاع بعد انتهاء الحرب لافتا إلى أن إسرائيل ضمرت القوة العسكرية للحركة وأن تل أبيب لم تتخلى عن مسعى العثور على باقي المحتجزين في غزة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل بهذا الشأن وأضاف البنتاجون أن حاملة الطائرات لينكلين غادرت من طاقة الشرق الأوسط يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على التشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل وذكرت وكالة رويترز الأنباء أن هذه الخطوة تأتي بدعم من مشرعين أمريكيين يقولون أن إسرائيل تعرق الوصول شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة هذا وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل في أكتوبر الماضي أن أمامها ثلاثين يوما لتحسين تضفق المساعدات إلى قطاع غزة أو المخاطر أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية ولمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف أبدأ معك من كلمة مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن كيف قرأت هذه الدعوات والمطالب المصرية بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والتزام المجتمع الدولي بعدم الأغذب القرارات والإجراءات الإسرائيلية أوحاذية الجانب يعني بالتأكيد ما جاء في كلمة سيد مندوب مصر في الأمن المتحدة هو تسكير للعالم بأن المفاوضات قد نسيت جهود إنهاء العدوان على غزة قد توقفت بشكل أو آخر وللأسف شديد هذا واقع لأنه الاهتمام الآن باللبنان تركيز على لبنان وعلى جهود إيقاف العدوان على لبنان واليوم زيارة نتنياهو لغزة وتحديدا لمحور نتساريم تؤكد أن إسرائيل ما زالت لديها نوايا عدوانية ضد غزة كذلك يعني رفع قيمة المكافأة لمن يعني يضلي بالمعلومات عن وجود الأسرة من مليون إلى خمسة ملايين دولار هذا أيضا دليل على أن إسرائيل تتعامل مع غزة كأنها يعني مكان بعيد عن العالم تتصرف في كيفما تشاء وتنفذ قوانينها وأن عملياتها العسكرية ستستمر في غزة وللأسف أيضا هذا يذكرنا بأن الواقع الدولي وتطورات الحادثة قد تزيد من نسيان الناس للأوضاع في غزة اليوم عندما يتحدث العالم عن احتمالات نشوب حرب نووية عن قرار للرئيس بايدن بعطاء الأوكرانيين الحقي في استخدام الصواريخ الغربية لضرب عمق روسيا وتعديل البروتوكول الخاص بالاستخدامات النووية في روسيا أو باستخدام الأسلحة النووية قد يؤدي بالفعل إلى تصعيد خطير في المواجهة في روسيا يعني أوكرانيا لم تتدخر وقتا أطلقت حسب المعلومات حوالي خمس صواريخ أتاكنز أمريكية ضد أهداف روسية وربما تستخدم المزيد منها وتستخدم صواريخ ستورم شادو أيضا البريطانية الفرنسية وهذا يعني أن كل تركيز الإعلام العالمي سيتركز على الحرب الروسية الأوكرانية وينسى الناس غزة ولذلك نصر تذكر المجتمع الدولي بغزة وبضرورة استئناف المفاوضات وبضرورة وقف معاناة الفلسطينيين نعم أريد أن أبحث معك أستاذ أشرف ما بين السطور برفع قيمة الإفصاح عن مكان المحتجزين لتصل قيمة الإفصاح عن المحتجز الواحد إلى خمسة ملايين دولار لكل محتجز أيضا الحديث عن ضرورة الإصراع لعودة المحتجزين بشتى الطرق ولم يتم التطرق هنا إلى المفاوضات إلى أي مدى يكشف ذلك إلى أن نتنياهو يستخدم كل الوسائل أو يحاول أن يصلت الضوء على أنه يستخدم كل الوسائل معدى خيار المفاوضات أو التسوية يعني هنا لابد أن نتذكر أن نتنياهو لديه مطلب مهم جدا ولا أعتقد أنه سيتخلى عنه أو أنه اليمين الإسرائيلي سيتخلى عنه وهو أن الحرب لن تتوقف إلا إذا تخلت حماس عن إدارة غزة إلا إذا لن أقول استسلمت ولكن ابتعدت عن حكم غزة تماما وهذا أمر غير وارد في ذهنية حماس حتى اللحظة حماس ما زالت مصرة على الاستمرار في إدارة القطاع بشكل أو بآخر كل محاولات إقناعة بأن تسلم السلطة إلى لجنة مستقلة السلطة في غزة أو إلى السلطة الفلسطينية أو إلى حكومة تكنقراط مرفوضة ولذلك إسرائيل وبالتأكيد بدعم أمريكي بريطاني لن تقوم بإنهاء الحرب إلا إذا ضمنت أن هذا الأمر سينفذ وهذا عكس الموقف الإسرائيلي في لبنان الموقف الإسرائيلي في لبنان أقل تعقيدا يعني كما ذكرنا أمس لبنان لا يوجد به رهائن إسرائيليين وأيضا لبنان حزب الله كلف سيد نبيه بري بالتفاوض نيابة عنه وإسرائيل لم تشترط القضاء على حزب الله تماما لأنه جزء من تركيبة الشعب اللبناني ولذلك أعتقد أنه يعني نتنياهو ما زال يخطط وسيظل يخطط من أجل القضاء على سلطة حماس سواء السلطة السياسية أو السلطة الإدارية في غزة بأي وسيلة كانت وأعتقد أنه أعد العدة للبقاء في غزة شهور وربما سنوات المناطق العزيلة التي تقام والعدوان على شمال غزة كل هذا مؤشر إلى أنه سيد لا تنوي الخروب بتجديده بالفعل التعهد بعد معودة حركة حماس لحكم غزة كما تناقشنا كان هناك عدة سيناريوات يعني تحاول أن تستوضح رؤية إسرائيل اليوم التالي للحرب الحديث عن إدارة إسرائيلية بشكل كامل وحديث آخر عن عشائر أو جماعات موالية لإسرائيل تقوم هي بالإدارة نيابة عن إسرائيل حتى لو كان ذلك على المستوى المدني من واقع قراءتك وتحليلك للمشهد ما هي القراءة الأقرب للعقلية الإسرائيلية لإدارة أو لمسألة اليوم التالي للحرب على قطاع غزة يعني أولا لنأخذ أولا مسألة يعني ما يقال عن أن العشائر ستحكم غزة هذا أمر شديد الصعوبة لأنه يعني حماس متجلجلة في المجتمع الغزاوي وحماس ليس فقط زراع عسكري ولكن هناك زراع إداري مدني يعني هناك زراع أمني وما حدث أمس هو يعني يثبت هذه الرؤية أنه لن تستطيع العشائر إدارة غزة خلال اليومين الماضيين يعني ذكرت الأنباء أنه أشخاص ينتمون العشائر استولوا على أعداد كبيرة من شاحنات المساعدة وما الذي حدث أمس أعلنت حماس أنها هاجمت هؤلاء الذين استولوا على الشاحنات وقتلت 22 فرضا هذا الكلام حدث أمس فقط ويعني هذه رسالة لكل العشائر أنه من يحاول أن يدخل للإدارة وأهم مظاهر الإدارة غزة في الوقت الحالي هو من يوزع المساعدات وحماس تدرك ذلك ويعني تستميت في السيطرة على توزيع المساعدات أو منع العائلات والعشائر الأخرى وبالتالي من قيام بهذه المهمة وبالتالي لن يكون من السهل هذا الأمر حماس تدرك تماما أن هناك خطة إسرائيلية تسمى الفقعات الإنسانية وهي تقطيع شمال غزة إلى قطاعات صغيرة ما يشبه بالكنتونات وكل أسرة أو عائلة أو مجموعة تكون مسؤولة عن هذه المنطقة إداريا وتكون تحت الحماية الإسرائيلية لكن هذا أمر يبدو أنه معقد وكانت هذه فكرة يوف جالانت وزير الدفاع السابق ولا أعرف هل سينفذونها أم لا يقال أنها ستنفذ بعد انتهاء العمليات في جباليا وبيت لهيا أما مسألة الإدارة الإسرائيلية المباشرة للقطاع هذا أيضا سيكون أمر صعب جدا لأن القوات الإسرائيلية حسب المعلومات رفضت القيام بهذه المهمة وهم يقولون أنهم جنود يقاتلون وليسوا جمعيات أو مؤسسات أو شركات جاءت لتوزيع المساعدات وإدارة القطاع وبالتالي الحديث يدور عن أنه سيتم الاستعانة بشركات ربما أمريكية مثل بلاك ووتر أو غيره أو شركات تنتمي لمجموعات أخرى شركات أمنية هذه الشركات تقوم بتوظيف موظفين محليين وتقوم بحمايتهم لإدارة القطاع الطرح الثالث هو أن السلطة الفلسطينية ستقوم بتفعيل عناصرها السابقين الذين كانوا يقومون بالمهام الإدارية والمهام الأمنية في القطاع ويدخلوا القطاع أو يتم تفعيل من هو موجود داخل القطاع بالفعل تحت حماية قوة إقليمية أو قوة دولية لكن حتى الآن لا يبدو أن أي من الخيارات هذه ستكون له فرصة من النجاح لكن هذا أيضا لا يمنع أن نتانياهو لا يتعجل وسيظل يقصف غزة ويقدم في غزة حتى ينفذ السيناريو الذي يستطيع تنفيذه نعم أستاذ أشرف بالحديث عن هذه النقطة أنت استعرضت بشيء من الوضوح والتفصيل السيناريوهات اليوم التالي سواء من وجهة النظر الإسرائيلي أو حتى وجهات النظر المطروحة بشكل عام أريد أن ننتقل معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث إدارة جديدة على الأبواب ما هو شكل اليوم التالي للوضع في قطاع غزة من وجهة نظر هذه الإدارة وفقا للمؤشرات الأولية يعني رأينا اختيار رئيس ترامب للشخص الذي سيتولى منصر السفير في تل أبيب شخص موالي الإسرائيل تماما يعيد كل ما تريده إسرائيل وبالتالي هذا أمر شديد الصعوبة وشديد الخطورة لأنه دائما وأبدا السفير الأمريكي في أي مكان في العالم يكون له دور كبير يكون له دور في مساعدة متخز القرار ويكون له دور أحيانا في توجيه الأوضاع في المكان الموجود فيه وبالتالي للأسف الشديد يعني ومن خلال أيضا خبراتنا السابقة مع ترامب هو سيترك إسرائيل تستكمل مهمتها إذا لم تنتهي الحرب ولم يتوقف العدوان ويتم تبادل الأسرة قبل أن يتسلم ترامب السلطة في البيت الأبيض فللأسف سننتظر شهور وربما شهور طويلة حتى تتوقف العمليات ومن ذلك الكل يعلم أن نتنياه سعيد بعودة ترامب للبيت الأبيض رغم أن بايدن يحاول أن يقنع نتنياه بإيقاف الحرب كمكافأة له على الدور الذي قام به في مساندة إسرائيل لكن حتى الآن الصورة غير واضحة وفي غزة لن تتوقف الحرب إلا بتبادل الرهائم ولن تتوقف الحرب طبقا للإسرائيل الأمريكي البريطاني إلا بمغادرة حماس مربع السلطة في القطاع نعم أستاذ أشرف وفقا لاستقرائك للاحتمالات لكيفية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع هذه المسألة إلى أي مدى يكشف ذلك عن ضرورة تكاتف المواقف العربية وتجميع هذه المواقف واستغلال القوى العربية وتحديدا الاقتصادية منها من أجل التعامل مع الإدارة الأمريكية لحثها على وقف إطلاق النار أقصد الإدارة القادمة يعني بالتأكيد تكاتف المواقف العربية مطلوب على الأقل الإقناع الرئيس ترامب بتغيير سياسته تجاه الشرق الأوسط وتحديدا تجاه القضية الفلسطينية وتذكيره بأنه يعني سياساته السابقة لم تؤدي إلا إلى مزيد من التشدد في الجانب الإسرائيلي وإلى تعقيد الأمور بشكل كبير جدا ويعني أعتقد أنه ترامب كرجل أعمال كرجل بيزنس كرجل يحب الاستثمارات إذا وجد تشجيع عربي بشكل أو بآخر ربما يتوقف عن أفكاره ودعمة الإسرائيل بكل وسيلة كانت ولدينا نموذج في الحملة الانتخابية لترامب ذهب إلى ماتشجين وذهب إلى التجمعات العربية وكان وسيطه لذلك هو مستشاره الحالي مصعد بوليس والمرشح أن يتولى منصب وزاري وهو بالمناسبة يعني صهره لأنه والد زوج تيفاني ابنة ترامب وتوعد للجالية العربية بأنه سينفذ حل الدولتين وسيوقف الحرب في غزة ولبنان وبالتالي يمكن البناء على ذلك وتسكيره بوعوده من أجل أن ينفذها بالفعل نعم على كل أحوال أرجو منك أستاذ أشرف أن تبقى معي سعود إليك بعد قليل أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مصادر بأن عصابات منظمة تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة وتعمل بحرية في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وذكرت الصحيفة أن منظمات إغاثة وشركات نقل أكدت أن العصابات المنظمة قتلت واختطفت صائقي شاحنات المساعدات نهب المساعدات في غزة بات أمرا تمارسه عصابات منظمة بغطاء إسرائيلي وفي ظل سرقة المساعدات الإنسانية لم تعد المعونات تصل إلى النازحين بحسب ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إذ أفصح مسؤولون بأن هناك عصابات منظمة تسلق المساعدات بقطاع غزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال وحسب تصريحات لمسؤولين ومنظمات إغاثة وشركات نقل أكدوا أن العصابات المنظمة قتلت واختطفت صائق شاحنات مساعدات وأن عمليات السطو المسلح تجرى في مناطق قريبة من تمركز قوات الجيش دون أن يتحركوا لحماية المواد الإنسانية والسائقين كما ذكرت واشنطن بوست أن مذكرة داخلية للأمم المتحدة أكدت أن عصابات سرقة المساعدات في غزة تستفيد من هذا التساهل إن لم تكن حماية جيش الاحتلال مشيرة إلى أن قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة جيش الاحتلال ووفقاً لتلك المذكرة التي أوردتها الصحيفة فإن من يدعى ياسر أبو شباب هو الطرف الرئيسي في النهب المنظم للمساعدات في غزة وبالرغم من أن سلطات الاحتلال رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة فإنها رفضت أيضاً كل المناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات حجم السرقات التي نهبت من شاحنات الإغاثة المقدمة لقطاع غزة يقدر بملايين الدولارات وتشمل المساعدات الطبية والخيام والمواد الغذائية والمياه تغطيتنا مستمرة والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس حكستاين أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل معارباً عن أمله بأن تصل الجهود إلى حل في الأيام المقبلة وأضف المبعوث الأمريكي على هامش زيارته للبنان أن فرصة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل باتت قريبة زيارة لم تأتي بجديد للمبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس حكستاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستئناف المشاورات بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل المحطة الأولى للمبعوث الأمريكي في لبنان كانت باللقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري الذي أكد على رغبة بلاده في وقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة اللبنانية أما المحطة الثانية لهوكستاين كانت لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي الذي أكد أن الأولوية لدى حكومته هي وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية وعودة النازحين سريعا إلى قراءهم وبلداتهم هوكستاين من جهته أكد في كلمة الله بعد لقائه رئيس مجلس النواب أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء إصراع معربا عن أمله بأن تصل الجهود إلى حل في الأيام المقبلة كما أكد أن هناك فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل موضحا أن إنهاء إصراع بين الطرفين بات قريبا على حد وصفه ويستند وقف إطلاق النار في لبنان إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 والمعروفة باسم حرب لبنان الثانية إذ ينص هذا القرار على أن ينقل حزب الله الأسلحة والمقاتلين إلى شمال نهر الليطاني على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الجنوبية زيارة المبعوث الأمريكي للبنان تزامنت مع سلسلة من الغارات التي شنها طيران الاحتلال على الضحية الجنوبية لبيروت ومدينة سور كما رافق زيارة هوكستين الأحداث للمنطقة أيضا تكثيف القصف على قرى ومدن الجنوب اللبناني لزيادة الضغط على حزب الله بهدف القبول بصيغة مسودة الاتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال تحركات مكثفة تقودها واشنطن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شهيد ومصاب حتى الآن أرحب من جديد بضيفي العزيز من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام وأيضا ينضم إلينا ضيفي الذي أسعد دائما باستضافاته من ولاية كنتاكيا الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جماعة مورستيت أهلا ومرحبا بكم وأبدأ معك دكتور إحسان إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الزيارة أو يمكن التعويل على هذه الزيارة لأموز حكستاين باعتبارها يمكن أن تكون فرصة حقيقية من أجل إنهاء الصراع ما بين لبنان وإسرائيل تحية للجميع لست متفائلا إطلاقا وهذا شيء مؤصف جدا أتمنى لو كنت متفائلا بهذا الذي يحصد هذه الزيارات يعني لماذا لأننا استمعنا هذا بكلام كثير منذ بدء حرب غزة والأمريكي يقول اقتربنا 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 ولا شيء يحصل لماذا بسبب بسيط جدا أن الدينار الأمريكية منذ البداية أخذت موقف الدعم غير محدود لا تضغط الأسرائيل إطلاقا وتقدم دعم غير محدود وأن التنية هو لا يريد وقف تطلق لنا يعني ذلك يعني التلبات عندما يعني هناك مثل شعبي الذي لا يريد أن يزوج منته بغل مهرة بيطلب الكثير لا يريد وقت اقتربنا ذلك يطلب أمور يعرف أن لبنان لن يقبلها إسرائيل يعني هذه الحرب مفيدة لها يعني تشد عصب اليهود الإسرائيليين وتخلق منهم يعني مجموعة جديدة بما أنه كان في ضعف بالدخل الإسرائيلي هذه الحرب تعزز الحس الجماعي عندهم لذلك هذه الحرب هم غير مسائشين منها أبدا يدمر في لبنان وهم يريدونها كان دائما في عداء ذا السبب ما ما بعرف الكراهية الإسرائيلي لبنان دائما تريد تدمير لبنان وهذه فرصة لتدمير لبنان أعطاهم إياها هزب الله في هجوم عندما دخل في المعركة في المعركة ضد الإسرائيل كان تدخل محدود ولكن إسرائيل أخذتها الذريعة لتدمير لبنان الأمريكي لا يضغط لو ضغط الأمريكي اللي انتهت الحرب منذ الزمن الإسرائيلي يحارب ويفعل كل ما يريد لأن الأمريكي يجعله قادرا على ذلك السلاح أمريكي المال أمريكي التغطية للدبلوماسية أمريكية كل شيء أمريكي حتى يعود بي الذاكرة إلى مقالته كوندليزا رايس في مذكراتها عن فترة خدمتها في إدارة جورج بوش الأبن كتبت أنه في حرب 2006 كانت حرب على لبنان كانت إسرائيل تدمر في لبنان وكان رأيها أن تقف الحرب وكان رأي رامسل دوقتها ورأي تشيني كانوا في الإدارة الأمريكية عندما اجتمعوا كانوا يريدون استمرار الحرب قالت هي لبوش لجورج بوش الأبن قالت له هذه الحرب يجب وقفها إسرائيل تدمر في لبنان بدون أن تحقق أي مكاسب لذلك اقتنع جورج بوش الأبن برأيها وطلب من إسرائيل إقاف الحرب وصدر قرار من المجلس العاما فاليوم غياب القيادة الأمريكية غياب أن السياق ورأي إسرائيل جعلنا تليه في موقع قيادة هو الذي أوصل البنطقة إلى ما هي عليه اليوم نعم مع تصابق الدبابات الإسرائيلية للمباحثات التي تجري في لبنان دكتور أو أستاذ أشرف أبو الهول هل تتفق مع ما ذكره دكتور إحسان أم لديك رأي آخر يعني أنا ربما كنت أقصر تفاؤلا من الدكتور إحسان في مسألة إقاف الحرب في لبنان ويعني أرجع قدر التفاؤل الذي أشعر به إلى أن المسائل في لبنان ليست بتعقيد غزة غزة والمشكلة الكبرى وهو استمرار إبقاء حماس على الرهائن الإسرائيليين وطالما هناك رهائن إسرائيل يعني ستجد مبرر لاستمرار الحرب هذا من ناحية من ناحية أخرى يعني تقريبا إسرائيل حققت أهدفها المعلنة في لبنان وهدفها المعلنة في لبنان هو إبعاد حزب الله عن الجنوب ويعني من ناحية عملية قدرة حزب الله على السيطرة على الجنوب وشن هجمات منه تراجعت بشكل جبير جدا إسرائيل أحرقت عشرات الكرة أحرقت مساحة قد تقترب من أكثر من 250 كيلو اتبعت سياسة الأرض المحروكة في الجنوب وبات فقط الجزء الذي يعني متبقي في أسلحة أو سواريخ تطلق في الجنوب هو الجزء الغربي أما الجزء الشرقي والأوسط فتقريبا يعني لم يعد يمثل خطر على إسرائيل وعلى منطقة أسبوع الجليل حزب الله نفسه يدرك خطورة الوضع ويدرك أن لبنان قد يتعرض للتفكك ولذلك هو فوض السيد نبيه بيري بالتفاوض بدلا منه قيادات الصف الأول والثاني والثالث من حزب الله اختفت من المشهد حتى الأمين العام الجديد لحزب الله يعني المعلومات تقول أنه غير موجود في لبنان أنه موجود في إيران وبالتالي قد تكون هناك إمكانية لحسم مسألة لبنان والوصول إلى وقف الإطلاق النار لأنه كما قلت الأمور في لبنان ليست بتعقيد الأمور في غزة غزة يعني إسرائيل ليس لديها مانع في استمرار حزب الله كحزب السياسي أو لو له قوة تكون يعني في بيروت والشمال وليس في الجنوب جنوب الليطاني أو حتى شمال الليطاني في حين أنها ترفض يعني وجود حماس بأي شكل من أشكال السلطة في الجنوب ولعلنا كنا نتحدث يعني قبل التقرير عن الأوضاع في جنوب غزة وعن يعني محاولة حماس للتصدي لمن ينهبون الشاحنات ومن ينهبون الشاحنات في غزة هم يحزون بحماية إسرائيل يعني هؤلاء الذين ينهبون الشاحنات وكما ذكرتم يعني يقودهم شخص يسمى ياسر أبو شباب ينتمي إلى قبيلة الترابين في جنوب غزة ويعني كان محبوسا عند حماس هو يتحرك تحت حماية الإسرائيليين ويستولى على هو وحوالي مئة عنصر معه وهناك عصابات أخرى ويستولى على المساعدات هذا الأمر جير موجود في لبنان لأن لبنان ما زال هناك إلى حد ما يعني دور للدولة في إصال المساعدات وغيره كما قلت إسرائيل تريد القضاء على سلطة حماس في غزة بينما لم تتحدث عن القضاء على حزب الله وبالتالي قد تكون الأمور في لبنان أسهل من غزة نعم وفقا لكل هذه الدلائل التي ذكرتها أستاذ أشرف فيما يتعلق بأن الوضع في لبنان ربما يكون مختلفا عن الوضع في قطاع غزة فإن هناك محتجزين كما هو الوضع في قطاع غزة لبنان لديه جغرافية يعني تصعب عمل القوات الإسرائيلية وتعطل كثيرا من تقدمها البريو بل وتفشله وهذا ربما يبرر هذا الاستخدام المكثف والاستهداف المكثف لطيران الاحتلال للضاحية الينوبية وهنا أذهب لدكتور إحسان دكتور إحسان وفقا لما ذكره أستاذ أشرف هل إسرائيل يمكن أن تلتزم بوقف إطلاق النار وتعود إلى خط الحدود الدولية مرة أخرى في حال لو تراجع حزب الله إلى شمال نهر الإيطاني مثلا وتم تفعيل قرار رقم 1701 التفق مع الأستاذ أشرف أن الوضع في غزة أصعب بكثير وإسرائيل متشدد أكثر في موضوع غزة وموضوع حماس ولكن في نهاية لو تعفل مشترك بين موضوع غزة وموضوع لبنان بالنسبة للإسرائيل هو قال أنه يريد إنهاء إنهاء حزب الله تهديد حزب الله وإنهاء تهديد حماس محو حماس يعني محو تهديد حزب الله كيف هي تهديد حزب الله هو يعني يدمر القرى الهدودية هناك أجماع دولي لما جد تم تجديد يونيفلت كانت تجديد أجماع لهذه القوى الدولية لحفظ السلام ماذا يريد الإسرائيل إسرائيل اليوم يريد تحقيق أمور مكاسب في لبنان هو يعرف أن اللبناني لن يقبل بها يعني حتى نبيه بررئيس مجرس نوا قاله بوضوح لن نعطي الإسرائيل ذلك يعني هو يراهن على ماذا الإسرائيل على تدفيع اللبنانيين ثمن كبير على ضرب لبنان ارهاب الشعب اللبناني ضرب في كل يعني ليس هناك مكان عمليا مكان آمن في لبنان يعني ضرب ناطق صحفي باسم هزب الله مثلا ماذا يعني ما هو الضرب العسكري أو الأمني لهذا الرجل عندما قتله في منطقة يعني هي بعيدة عن عملية الإسرائيل عمليا من منطقة الملة أو مارنياز فالإسرائيل اليوم يعني يعتبر أنه هو في موقع قوة هو يضرب في أي مكان لا أحد يضغط عليه لا أحد يستطيع إيقافه فالأهداف الإسرائيلية الأعتقد يعني يبدو أن الإسرائيل يعني لا يريد وقف اطلاق النار لذلك هو يطالب بأمور يعرف الدولة اللبنانية لن تقبل بها ويقول أهداف عنده غير ورها ماذا يعني إنها خطر حزب الله إلى أين ينستحب يعني ماذا يريد أن نفعل بيونيفل ماذا يريد من جيش لبناني هو يعرف أن حالة حزب الله هو جلس من الشعب اللبناني لا يستطيع كما تفضل الأستاذ أشرف لا يستطيع إنهاء حزب الله ومقاومة حزب الله يعني لا يمكن الشعب اللبناني صحيح مختلف عن موضوع كيف أدخل حزب الله لبنان في الحرب ولكن الدعامل مع الموضوع يعني هم يتفادوا الحرب الأهلية بعدم الوصول إلى التنح بالموضوع هذا ولكن الإسرائيلي هو المشكلة مشكلة كبيرة ليس هناك من يضغط على الإسرائيل هناك دعام غير محدود ونعتقد ناتنياهو حقيقة لا يريد أن يخاف الحرب لا في غزة ولا في لبنان نعم بالعودة للأستاذ أشرف أبو الهول أستاذ أشرف إيران لعب مهم وفي غاية الخطورة في هذه المسألة تحديدا مسألة لبنان وحزب الله هل يمكن الوصول إلى هذه التسوية فيما يتعلق بالحرب على لبنان وموافقة حزب الله وتمشيه مع هذه المفاوضات دون تنصيق مع إيران مثلا يعني دعني أقول لك معلومة مؤكدة هو أنه يتم بالفعل التنصيق مع إيران هناك مسؤولين إيرانيين موجودين بشكل دائم في لبنان ويتطلعون على المفاوضات ولا يمكن أن يعني يدلي السيد نبيه بر بأي تصريح أو يتخذ أي قرار أو يوافق على أي شيء بدون العودة للجانب الإيراني وإيران من ناحيتها هي باتت يعني مقتنعة بضرورة إنهاء هذا الصراع لأنها هي التي تخسر تخسر لأنه إيران يعني تريد تهدئة يعني الأوضاع لا تريد لنجرال الحرب لا تريد إعطاء نتنياهو الفرصة لتجديد الاعتداء عليها ولذلك بكل يعني بكل صورة كانت إيران تحاول المساعدة في إنهاء هذه الحرب وكان من المستحيل أن يتحدث بري أو يتحدث مقاتي عن احتمالية يعني التوصل إلى اتفاق دون أن يكون هناك تشاور مع الإيرانيين وهذا أمر مهم جدا لكن هنا أيضا أريد أن ألفت النظر إلى أن أهم نتائج أي اتفاق أمريكي لبناني ستكون هي فصل المصارات سيكون يعني حزب الله قد تخلى عنه سندت غزة وبالتالي هنا قد يفتح أي اتفاق لبناني إسرائيل الباب أمام إسرائيل لكي تقوم بتوجيه ضربات لأطراف أخرى في المنطق وأتحدث هنا عن العراق وعن لبنان هذه المقاط العراق هي مسألة ربما سنستفيد بها بمزيد من التفصيل ولكن بعد أن أعود إليكم أرجو منكم أن تبقى معي وصلت إسرائيل استهدافها لقوات يونيفل ما دفع الأرجنتين لسحب بعثتها المشاركة في حفظ السلام في جنوب لبنان في الصياق ذاته أعلنت قوات يونيفل أن أربع إصابات وقعت في البعثة الغنية المشاركة مؤكدة أنها مستمرة في أداء دورها في مراقبة الحدود وحفظ السلام بين الجانبين طالب المجلس الوزري للأمن الوطني العراقي مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ورادعة ضد إسرائيل والعمل على محاسبتها على انتهاكتها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ودع المجلس الوزري للأمن الوطني العراقي التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح التهديدات الإسرائيلية والحد من التساع رقعة الحرب بينما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شيعي السوداني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة كان رئيس الوزراء العراقي قد اعتبر أن الرسالة التي بعثت بها إسرائيل لمجلس الأمن ذريعة للاعتداء على بلاده وتحقيق مساعيها نحو توسعة الحرب في المنطقة وبالعودة إليكم ضيوفي الأعزاء أستاذ أشرف ودكتور إحسان وتحديدا أستاذ أشرف عفوا لأنه كان يتحدث هذه النقطة التي ذهبنا إليها وعدنا مرة أخرى وهي مسألة التصعيد فيما يتعلق ما بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران بالعراق ما هي السيناريوهات المحتملة في هذا السيق معك أستاذ أشرف يعني دعني أقول لك أنه يبدو أن هناك بالفعل تخطيط إسرائيلي لاعتداء على مقار الميليشيات الحجر الشعبي والميليشيات الولائية في العراق وكانت هناك معلومات قد تصربت من العراق منذ يعني أسابيع قليلة عندما تم الهجوم الإسرائيلي على إيران أنه كان من المخطط أن يشمل هذا الهجوم هجوم أيضا على الميليشيات الإيرانية في العراق ولكن في اللحظات الأخيرة تم التفاهم مع الحكومة العراقية يعني أن الحكومة العراقية ستحتوي الأمر وستمنع هذه الميليشيات من استهداف إسرائيل أو استهداف القواعد الأمريكية ولكن بعدها وحسب الإحصائيات عدد السواريخ والمسايرات التي تطلق من يعني العراق في اتجاه إسرائيل زادت بشكل كبير جدا وهذا الشهر هو الأكثر كسافة وبالتالي بدأ الحديث يدور عن أن إسرائيل اتقذت بالفعل قرار بتوجيه ضربات لهذه الميليشيات في العراق الحكومة العراقية يعني بقيادة السيد شايع السوداني محمد شايع السوداني يعني لا تريد أن تتورت في هذا الصراع وصبق أن أعلنت ذلك وطلبت الميليشيات بالتزام يعني الهدوء لأنه ذلك يؤثر على الدولة العراقية بشكل عام ولكن هذه الميليشيات لم تلتزم والآن الحكومة العراقية موضوعة في موقف صعب هي يعني تريد أن لا تتورط ولكن يعني الجانب هذه الميليشيات الموالية لإيران تورطها وإسرائيل مصممة على الاعتداء على العراق وبالتأكيد يعني من يعتدي على ميليشيات عراقية على أرض العراق يعتدي على دولة العراق والآن هناك ربما مفاوضات تتم ومحاولات لاحتواء الأزمة لكن أعتقد أنه يعني إسرائيل تخطط بشكل جاد للتوجيه ضربات مؤلمة لهذه الميليشيات في العراق نعم بالعودة لدكتور إحسان هل تمثل العراق ساحة جديدة للتصعيد خلال الفترة القادمة ما بين إسرائيل وإيران على أرض العراق نعم ما الذي يمنع إسرائيل من ضرب العراق ما الذي المشكلة هي الأساسية منذ البداية أنه عندما هجمت حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ماذا ماذا كان رد الفعل الإيراني فكان هناك توقعات أن الإيراني يقول يريد أن حارب إسرائيل وكان يقول 7 دقائق أن إسرائيل وشبهة واحدة حلف واحد حلف حلف مقاومة فانتظر العالم خاصة أن صار إيران في المنطقة أن تشتعل المنطقة إذا كانت هناك حرب إسرائيل فماذا كانت نتيجة الإيراني منذ البداية جاء من بيروت وقال أنه لا يريد تفسير الحرب لا يريد عمليا غزة لوحدها وكانت عاصف واحدة مع الأمريك الإيراني وكان تدخل من حلف إيران كان تدخل خجول جبت إسناد إسرائيل فتحت أم المعارك على غزة تريد مسح غزة من الوجود والحلف قال ماذا حسن نصر الله سيد حسن نصر الله بيروت قال مقابل أم المعارك من إسرائيل والحلف الإيراني يعني مسامة الشيء خجول جدا من اليمن من العراق من لبنان يعني كان تدخل خجول جدا جدا هي إسرائيل التي صعبت إسرائيل التي اختارت التصعيد وفتح معركة كبيرة ويعني عقلانيا ما كان لازم تعود إسرائيل عقلانيا ما كان يناسب إسرائيل أن تصل معركة لحيفو وتلعبيب مقابل منطقة هدرية محدودة كان حزب الله يضربها ويحرق يعني ما كان في فارغة ولكن فترة صد إسرائيلي وشعور بالقوة ويريد الانتقام وفرض يعني نفسه على دكتور إحسان عفوا للمقاطعة نظرا لضيق الوقت يعني ما هي السيناريوهات إذن التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في إطار هذا التصعيد ولا بد أن أشيرها هنا إلى ما ذكرته صحيفة معارف الإسرائيلية حول أن ضمن هذه السيناريوهات سيكون ضرب البنية التحتية عمليات اغتيال مركزة ربما تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية في العراق كيف تقرأ هذه السيناريوهات استطيع أن تفعل كل ذلك إسرائيل ما الذي يمنع إسرائيل من ذلك هذا الحلف يعني يعتقد أن يدخل بحرب بشكل محدود حرب إسناد يعني تدخل محدود هذا غير عقلادي مناقع حرب إذن تشير إلى استخدام أن إسرائيل ربما تستخدم كل هذه السيناريوهات ربما أكثر نعم على العموم لا شيء نعم أذهب لي الأستاذ أشرف وسريعا بذات التساؤل ما هي السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في إطار هذا التصعيد يعني بالتأكيد كما قال ضيفك الكريم إسرائيل ستلجأ لاختيالات مكسفة سبق يعني الولايات المتحدة أن اختلت واحد من أهم الشخصيات في الميليشيات العراقية هو أبو مهد المهندس مع خيالها القاسم سليماني الآن بقية القادة قادة الميليشيات العراقية الموالية الإيران يعني على قائمة الاختيالات الإسرائيلية لأنه يعني هذه الميليشيات ليست لديها قدرات واسعة وقواعد يعني جاهزة وقدراتها محدودة جدا هي لديها فقط قدرات على إطلاق صواريخ لكن فقط يعني من يمكن استياده أو متابعته هو قادتها وأعتقد أنه الدربة إذا حدثت الدربة الإسرائيلية ستكون اختيال العديد من هؤلاء القادة ربما ذلك ما ستكشف عنه مقبل الأيام على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف أولهول المدير تحرير جديدة الأهرام وأيضا أشكر دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جماعة مورستيت شكرا جزيلا لكم على ما أضفته إلينا من تحليل خلال الأشهر القليلة الماضية شهدت حارة حريك بالضحية الجنوبية لبيروت سلسلة أغتيالات طالت قيادات حزب الله اللبناني أبرزها الأمين العام للحزب حسن نصر الله وباتت منطقة حارة حريك هدفا يوميا للاحتلال مع انظارات الإخلاء لسكانها فما هو سبب اكتساب حارة حريك تلك الأهمية لتجيش الاحتلال المزيد في العرض التالي مع الزميل ياسر رجري منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وحارة حريك اسمون يتكرر في كل يوم غرات شبه يومية بل ولمرات عدة في يوم واحد دون غيرها من المناطق سواء أكان في الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت أو الجنوب اللبناني بشكل عام فلماذا حارة حريك تحديدا وماذا تضم هذه المنطقة من أرض لبنان حارة حريك مكون أساسي من الضحية الجنوبية المنطقة التي كان لها القسط الأكبر من التدمير في حرب تموز عام 2006 حيث دمرت إسرائيل معظم مبانيها وخلال العدوان الجاري تعددت غارات الاحتلال على حارة حريك لكن أهمها كان تلك التي استهدفت أمين عام حزب الله حسن نصر الله واستهدفت أيضا عددا من قيادات الصف الأول للحزب غارة واحدة قضت على أغلب قيادات الصف الأول لكن الغارات لم تتوقف بل تواصلت تقع حارة حريك في قلبي الضحية الجنوبية على بعد خمسة كيلو مترات وسط بلدات ساحل المتن الجنوبي وتبلغ مساحتها واحد فاصل ثمانية كيلو متر مربع يحدها من الشمال والغرب بلدة الغبيري وبرج البراجنة من الجنوب والحدث والشياح من الشرق وتقع شمال غرب مطار بيروت الدولي الذي يبعد عن الحارة بنحو 11 دقيقة تتمتع حارة حريك بأهمية استراتيجية سياسية واقتصادية حيث تعد الأكثر أهمية بين أحياء الضحية الجنوبية فحينما برز حزب الله وسط الحرب الأهلية اللبنانية أقام الحزب مقره الرئيسي في هذا المكان وأصبحت الحارة مركز ثقل والمعقل السياسية للحزب حيث تضم المقر العام له وفيه تجرأ اجتماعاته الداخلية وأيضا لقاءات قيادات الحزب مع المسؤولين الدوليين بعد الضمار الهائل الذي خلفه الاحتلال على الحارة في حرب يوليو تموز عام 2006 أعاد حزب الله بناء الحارة وأقام بها مباني محصنة بعمق تحت الأرض واتخذ من هذه المباني مقراته الرئيسية مبنى كتلة الوفاء ومجلس الشورى ومكاتب المساعدات الاجتماعية هذا بالإضافة إلى عدد من المراكز الإعلامية والدينية والثقافية والصحية ومؤسسات اجتماعية أخرى وحسب آخر إحصائيات رسمية في لبنان فإن أكثر من 976 ألف نسمة هو عدد السكان بحارة حريك ما يجعلها المنطقة الأكثر اقتضاضا بالسكان بالضحية الجنوبية هذا بالإضافة إلى منشآت تجارية كبيرة ومقرات رسمية لمؤسسات الدولة اللبنانية حيث تقع في نطاقها وزارة العمل والجامعة اللبنانية التأثير الاجتماعي والسياسي والموقع الجغرافي والأهمية العسكرية الاستراتيجية عوامل جعلت من حارة حريك معقلا لحزب الله بناء على هذه العوامل فإن الاحتلال ينظر إلى حارة حريك كهدف مهم ضمن استراتيجياته العسكرية وقد شهدت الحارة العديد من الاغتيالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان أبرزه اغتيال فؤاد شكر القيادي بالحزب في الثلاثين من يوليوم تبعه اغتيال إبراهيم عقيل قائد فرقة ردوان في العشرين من سبتمبر قبل أن تغتال بالطبع الأمين العام للحزب نصر الله في السابع والعشرين من سبتمبر به صواريخ ارتجاجية خارقة لتحصينات مقرة الحزب ولم تنتهي استهدفات الاحتلال باغتيال أبرز قاداته وتسوية مبنيه بالأرض فطبقا لرئيس بلدية الحارة فإن نحو مئة مبنى دمر كليا ونحو مئة آخرين أصبحوا غير صالحين للسكن وبرغم ذلك فإن الاحتلال يصر على استهدفاته بتوجيه تحذيرات للمواطنين اللبنانيين بإخلاء ما تبقى من مباني الحارة لتبدأ بعدها قصة نزوح جديدة تخلف أزمة إنسانية حتمية تعرضت الضحية على مدار تاريخها إذن لضربات إسرائيلية مكثفة دمرت بالكامل على أثرها واتبع الاحتلال خطة عام 2006 وسماها نهج الضحية مستخدما القوة المفرطة خلال تنفيذ ضرباتهم هذا ما حدث عام 2006 وهو النهج ذاته الذي يتبعه الاحتلال الآن قتل وتدمير وتهجير مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي تغطيتنا والتي تناولنا فيها آخر تطورات العدوان الإسرائيلية على لبنان وأيضا مساعي إسرائيل لتوسعة مصار هذه الحرب لتشمل العراق أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء